تحت سقف هذه الخيمة تنعقد أول قمة عربية في موريتانيا اليمن وأزمات وحروب الثورات المرتدة على الربيع العربي أهم مواضعها إلى جانب القضية الحضرة على الدوام في جدول أعمال القمم العربية قضية فلسطين وفي هذه القاعة من قصر بيان في الكويت تنحصر الخيارات بين نجاح ضعيف جدا وفشل تدل عليه كل المؤشرات وتعززه الوتيرة المتصاعدة من التوتر في العلاقة بين وفدي الإنقلابيين والمبعوث الأممي في قمة نواكشط ذكر الرئيس هدي العرب بالتحدي الذي يواجه المسار السلمي في بلاده وهو استمرار الإنقلابين في المماطلة والتنصل والتهرب من تنفيذ أي التزامات التابعة للحوثيين وصالح المدعومة من عيران بالانقلاب على السلطة السياسية الشرعية المنتخبة والسيطرة على العاصمة ومعسات والمصالح الحكومية التشاؤم الواقعي بدى واضحا في كلمة أمير دولة الكويت الذي أقرب بفشل المشاورات المنعقدة في بلاده في التوصل إلى حل رغم أمله بإمكانية التوصل إلى هذا الحل خلال هذه المشاورات التي لم يعد أمامها الكثير من الوقت لا يمكن إذن الحديث عن وثيرة تقدم للمشاورات اليمنية في الكويت بل مراوحة أو بالأصح نقوص إلى مدون الصفر كما سبق لرئيس وفد الحثيين وأن صرح من قبل جزء من أسباب جمود مشاورات الكويت يعزه المراقبون إلى انعقاد القمة العربية في نواكشوت التي كانت الحكومة قد أجلت ردها على المبعوث الأممي بشأن استئناف مشاورات الكويت إلى ما بعد انعقاد هذه القمة قبل أن تعود وتقبل بإرسال وفدها إلى الكويت ولكن بعد أن لب المبعوث الأممي شروطها بين القمة العربية ومشاورات الكويت تبرز الأزمة اليمنية كأحد الاستحقاقة الهامة التي تحظى بأولوية الحل في إطار الجهد العربي المشترك لإعادة ترميم ما تصدع جراء الأحداث التي تعصف بالأمة وتتهددها بالمزيد من الأزمات والحروب والتصدعات ترجمة نانسي قنقر